بسم الله الرحمن الرحيم أهلاً وسهلاً لكم في الدروس الألكترونية لمدارس السندباد الأهلية محاضرتنا لهذا اليوم للصف السادس العلمي التطبيقي والإحيائي في الفصل السادس الكيمياء التحليلية وصلنا إلى طرائق الترسيب طبعاً الطريقة الأولى اللي أخذناها طريقة التطاير المباشرة وغير مباشرة والطريقة الثانية طريقة الترسيب تعتمد هذه الطريقة على فصل المكون المراد تقديره على صورة راسب معروف التركيب ومن ثم حساب كتلة باستخدام ميزان حساس الخطوات اللي يتم بيها العمل أولاً يذهب وزن معين من المادة المراد قياسها بمذيب مناسب نحول المادة إلى محلول ثانياً ترسيب المكون المراد تقديره في العينة بإضافة كاشف كيمياء مناسب الكواشف اللي أخذناها في الجدول في بداية الفصل ويدعى بالعامل المرسب الخطوة الثالثة فصل الراسب وعزل بالترشيح الخطوة الأخيرة والمهمة غسل الراسب بعد فصل بالترشيح والموجود على ورقة الترشيح بعد مر الشهر سيكون على ورقة الترشيح هذا الراسب المكون المراد تقديره موجود به بإضافة محلول غسيل ملائم على الراسب لكي نتخلص من الملوثات العالقة على السطح وهناك شروط يجب توفرها في محاليل الغسيل أولا لا تؤثر على ذوبانية الراسب بل تساعد على ذوبانية الملوثات فقط اثنيا أن لا تكون أن لا تكون مركبات متطايرة مع الراسب يعني ما يتفاعل أن يكون المحلول المستعمل لغسل الراسب سهل التطاير والتخلص منه يتبخر بسرعة تجفيف الراسب في ثرن ثرن التجفيف ثم يبرد ويوزن وتكرر هذه العمل يعدد مرات حتى نحصل على وزن الراسب النقي بعدين يوزن الراسب بعد تجفيف حيث يثبت وزنه بشكل دقيق ثم نجد النسبة المئوية للمكون في العينة المكون مراد تقديره في العينة والخطوات كما تأتي نعيدها بالخلاص أمالتها أول مرة نذوب بعدين نرسب بعدين نفصل بعدين غسل الغسل والتجفيف والخطوة الأخيرة هي الوزن هنا سؤال يكرر دائما في البكالوريا وهذا مهم بالنسبة للطلبة هنا شروط الغسيل سؤالي كان ما هي شروط ماء الغسيل بالنسبة للمادة اللي يريد نحصل عليها نحصل على النسبة المئوية للمكون المراد تقديره أولا اللي لا يؤثر على ذوابانة الرسم كما قلنا قبل شوية اللي لا يكون مركبات متطاير عن ما يتفاعل أن يكون المحلول سهل التطاير هذا جواب النموذجي لهذا شروط ماء الغسيل نجي هنا لدينا ملاحظة مهمة ارتفاع درجة الحرارة يؤدي إلى التخلص من الرطوبة الموجودة في الرسم مثلا لدينا هذا المركب هنا اوكزالعة الكاليسيوم هنا هذا بماء تبلور كمية من الماء بالتشفيف درجة 130 درجة سيتبخر الماء ونحصل على الراسب هذه معادلة أخرى همين اوكسيد الاليمنيوم بماء تبلور بالتشفيف سنحصل على اوكسيد الاليمنيوم ويتبخر ان كمية الماء ماء تبلور تتبخر ونحصل على الراسب ونقدر نحصل هذه هي تسمى الصيغة صيغة الترسيب اما هنا طبعا شون رحم بخرة اما في عملية حرق فتؤدي اضافة للتخلص من جزئات الماء الموجودة في الراسب على تفكك الراسب يعني اضافة للتخلص هنا عملية الحرق رح تؤدي إلى تفكك الراسب كما في المعادلة هذه اوكزالات الكاليسيوم من جففناها اوكزالات الكاليسيوم وجزئة الماء تبخرت تم الحرق من عب التشفيف بالحرق عملية الحرق رح تتجزئ اوكزالات الكاليسيوم إلى كاربونات الكاليسيوم وأوكسيد أو الأوكسيد الكاربون ومن ثم رح نستمر بالحرق رح نحصل على هاي المكونات مالة اوكسيد الكاليسيوم ثاني اوكسيد الكاربون وأول اوكسيد الكاربون العوامل اللي توصلنا إلى نجاح التحليل الوزني بطريقة الترسيم أولا حدنا عاملة مهمة أولا يكون الراسب المتكون غير ذائب بدرجة كافية أي قابلة الذوبان الراسب لكن يكون قليلة اثنين يتمتع الراسب هذا اللي حصلنا عليه بصفات فيزيائية مناسبة تمكن من فصله عن محلول الترسيم بشكل كمي ومن ثم غسله والتخلص من الملوثات مثل ما شرحنا بالخطوات السابق وهذا يتطلب هنا دقائق لازم تكون عندنا شرط هنا تكون دقائق الراسب تكون حجم كبير نسبيا حيث أنه كل ما يكبر حجم الدقائق كل ما تقل كمية التلوث للراسب أن تكون هناك إمكانية التحول الراسب إلى مادة نقية غير ملوثة وهذا صيغة كيميائية معلومة وثابتة وهذا يتم من خلال طرق التجفيف أو الحرق أو معاملة الراسب بكواشف كيميائية وشكرا